بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يرقلون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أن لم تنذرهم لما يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشهاوة ولهم عدم عطيين ومن الناس من يقول آمننا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعون في قلوبهم مرضوا فزادهم الله مرضا ولهم عدم أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألم إنهم المسدون ولكن لا يشعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا كما آمنوا كما آمنوا كما آمنوا ألا إنهم هم سفها ولكن لا يعلمون وإذا لهم الذين آمنوا قاروا أمنوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قاروا إننا معكم إننا معكم مستهزئون الله يستهزئ بهم ويردهم في طغي أنهم يعمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة في الهدى فما ربحت تجارتهم وما كانهم متدين مثلهم كمثل الذي استوضد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يحصروا صنبهم عمي فهم لا يرجعون أمك صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يطف أبصارهم كلما أضاء لهم نشغ فيه وإذا أظلم عليهم قرروا ولو شاء الله لذهب بزمهم وأبصارهم إنه رغى على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي الذي جعل لكم مرض فراشا والسماء بناه وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهدها أكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النمر التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكمفرين وفشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واغتوا به متشابها ولهم فيها أدواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رفهم وأما الذين كفروا فيقولون ما أراد الله بهذا حسنا يضل به كثيرا ويأتي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميذاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسدون في الأرض أولئك هم الخلاص كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سواه إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسف الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبأهم بأسماءهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب الزموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتون وإذ قلنا للملائكات اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها غدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كنا نأفيه وقلنا بغوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاعوا إلى حين فتلقى آدم من رفيه كلمات فتاب عليه إنه إنه هو التوام برحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فره وآفنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمان قليلا وإياي فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتدهوا الحق وأنتم تعلمون وأقينوا الصلاة وأهاتوا الزكاة واركعوا مع الزكعين أتمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تترون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصدر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخضاشعين الذي ليظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العهابين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شكاعة ولا يخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومون كم سروا العذاب يذبحون أبناءكم ويستهجون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأبرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم الحجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا نوسى الكتاب والفرقان لعلكم تهدون وإذ قال نوسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند تبارئكم فتاب عليكم إنه هو التواه الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نوم لك حتى نرى جهرة فأخذكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثنا من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقنا كم وما ظلمونها ولكن كنروا أنفسهم يظلموا وإذ قل لدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم أغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا إهزا من السماء بما كانوا يفسقون وإن استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتها عشرة عينا قد علم كله ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعذوا في الأرض مفسدين وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعو لما ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقنها وقسائها وخومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو صيب إذبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وغربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكبرون بآيات الله ويغتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابهين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون وإذا خدنا ميزابكم ورفعنا فوقكم طور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاصرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاصرين فجعلنا نجالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك ففعلوا ما تؤمروا قال دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين قال دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنها إن شاء الله لم تدهون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض لا تسقي حص مسلمة ناشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم نفسهم فات دار أتم فيها والله مخرج ما كنتم تتمون فقل فقل نطربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلوا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطط فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أستطمعون أن يؤمنون وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قولوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قولوا وتحسدون بما فتحر الله عليكم ليحاجوكم ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعملون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم إلا يظنون فويل للذين يتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمس نا النار إلا أياما معدودة قل أتقدتم عند الله عهدا فلن يغلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سجئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النهار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا قد نام إذا قبل إسرائيل لا تعبدون إلا الله وفي الوالدين إحسننا وللغربا واليتام مع المساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإن أخذنا ميثاقهم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديائكم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تغتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارات فادوهم وهو محرم عليكم لخراجهم أبا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بخاف عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وغفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهو وما أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا ألف بل لعنهم الله بكفرهم فضليلا من يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لمن معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بضضب على غضب وللكافرين عذاب مهي وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا وهو الحق مصدقا لما معهم قل قل فلم تقتلون أنبيانا الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم تخطروا العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا قدنا ميذاقكم ورفعنا فوق خلطوا رأخذوا مما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بسما يمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يرد أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وهسرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم فالأكثر هم لا يؤمنون ولما جاء لهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهوره كأن لهم لا يعلمون واتبعوا ما تتنو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ومها انزل على الملكين بباب لهاروت ومهاروت وما يعلمان من أحد حتى يقول ها إنما نحن فتنة فلا تكف فيتعلمون منهما ما يفرغون به بين المرء وزوجه وما هم بضغاتين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خنم ما ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُونُوا رَاعِنَا وَقُونُوا نُنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ما يود الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا المُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَغْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءَا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أَغْمِثْ لِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّرِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ طَلَّ سَوَا السَّمِيلِ وَالتَّكَفِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِنْ عَنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرا تلك أماليهم قل هاتوا برها لكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن بله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أضله من من منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خوائفين لهم في الدنيا ماخزي ولهم في الآخرة عذابهم عظيم والله المشرق والمطرب فأين ماتوا والنوبة ثم وجرا إن الله واسع العليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضروا أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون أو لا يكلمن الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا من آيات لقومه يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعتا هواءهم بعد الذي جناءك من العلم ما لك من الله من ولي ما لكم من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلو له حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاصر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مذابة للناس وأنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطوائفين والعاجفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من ثمرات من آمن منهم بالله واليوم الأخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم الغواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت سوى مرحيم ربنا ودع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد صفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ورصى بها إبراهيم بنيه ويعبوه يا بني إن الله صبا لكم الدين فلا فلا تن تن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإساق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولها تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعبوب والأسباط وما أوتي نوسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شفاق فسيكفيكه الله وهو السبيع العليم صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجون لنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافر عما تعمل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولها تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفراء من الناس ما ويلاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشهاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهتا على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هذوا الله وما كان الله ليديع إيمانكم إن الله بالناس لرهو رحيم قد نرى تغل درج ك في السماء فلن ولينك قبلة سلطنها فولي وجهك شطر لمسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوثوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من وقبهن وما الله بغافل عما يعملون ولئن سيسى الذين أوثوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلة وما أنس بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواء من بعد ما جهل هاك من العلم إنك إذا لمن الوالمين الذين أتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء أهم وإن فريقا منهم ليترون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكن من فلا تكون من الممتري وإ كل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لن الحق من ربك ومن الله بضافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فول وجوهكم شطر لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلقوا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون كما نعم أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا متكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أروات بل أحيانا ولكن لا تشعرون ولنبلون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم نصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعار إلا ما فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خير فإن الله وشاكر عليهم إن الذين يكترون أما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فهلئك أتوب عليهم وأنا سوى الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظروا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الوقيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والكل التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماع ناء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دافة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماع والأرض لآيانة لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندات يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسروات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا غضوات الشيطان إنه لكم عدو مبي إنما يعملكم بالسوء والفحشماء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباء ألا أولو كان آباء هم لا يحقنون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء وإذا آآ صم بكم عمي فهم لا يحقنوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكرون الله إن كنتم إياه تعبدون إن ما حرم عليكم الميتة والدم ولهم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إذن عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النهار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النهار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تول مجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتام والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البسناء والضراء وحين البس أولئك أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والنسى بالنسى فمن عفي له من أخيه شيء فالتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يناء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضراحتكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأضربين بالنسى حقا حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإن من لا إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موصي جلفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام مخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العصر ولتكبروا العزة ولتكبروا الله على ما هتهاكم ولعلكم تشكرون وإذا سهلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع أجيب دعوة الدع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا فيه لعلهم يرشدون وإن لكم ليلة الصيام رفضوا إلى نساءكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعقى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفات ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقرهوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإذن وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقارا وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يغاتلونكم ولا تحتدون إن الله لا يحب المحتدين واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا يزالون والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحراء ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لنا فإن انتهوا فلا عدوا من إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتنوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتنوا الحج والعمرة لله فإن افسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استهتر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر النعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوا واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من رفكم فإذا أطلتم من عرقات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله أفور رحيم فإذا قضيتم ماسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا ما آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا ما آباء قلان ذلك لهم نصيب مما كسبونه والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام محدودات فمن تعجل في يومين فلا إذن عليه ومن تأخر فلا إذن عليه ومن تأخر فلا إذن عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن لكم إليه تحشرون ومن الناز من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصار وإذا تولى سعى في الأرض ليسد فيها ويرلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإفل فحسنه جهنم ولبس المهاد ومن الناس من يشعي نفسه ابتضاء أرضات الله والله رغوك بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كامها فسروا ولا تتبعوا ولا تتبعوا قضوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يتيه الله في ظلل من الغماب والملائكة وقمي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلب الإسرائيل كما تيناهم من آية بينة ومن يبتل نعمة الله من بعد ما جاءتهم فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين والنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستقهم البأساء والضواء وزلزلوا حتى يقول الرسول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ما لا ينفقونه المنى أو صفتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامن والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو فره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام غتال فيه قل غتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والبتنة أكبر من القتل وما يزالون يغاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين ناجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسي قل فيه مغائف كبير ومنافع للناس وإثمهم الأكبر من نفعهمها ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا في الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتاما قل مصلاح لهم خير وإن تخالضوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاحتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى لا يظهر فإذا تطهرن تأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوافين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حقكم أن ناشدتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عبطا لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يخلون من نسرارهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمضلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروروا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَابِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبْعُونَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُمَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَوَجَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا منا آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا فإن خفتم أن لا يخيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما استدت به تلك حدود الله فلا تعتذوها ومن يتعت حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن طلقها فلا جناح عليه ما أن يتراجعا إن ظنها أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم نسانا فبلغن أجلا فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو ستحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واتكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليك وإذا طلقتم النسانا فبلغن أجلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعب من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يسمى الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسرتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلى وسعها لا تضار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستطدعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وتقولوا الله واعلموا أن الله بما تعملون وصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزنوا عقدة النكاه حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليل لا دناء عليكم إن طلقتم النساء أما لم تنسوهن أو تفضوا لهم فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضا فلص ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاه وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسو الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذعون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترين الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتو ثم أحيناهم إن الله لذو طضم على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليك من ذا الذي يقرض الله فرضا حسنا فيضاعفه له أطعافا كثيرا والله يقفض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني الله لمن بعد موسى إذ قالوا لنبي له العهل لا ملكا نقاتل بسبيل الله قال هل عسيتم من كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناء بائنا فلما كتب عليهم الغتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتسعة من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكا منه يشانا والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية مركه أن يأتيكم التاروت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملمائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعنه فإنه مني إلا من اغترف غفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم لا يقروا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما درزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك في الحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله نتلوها عليك في الحقرين ولو شاء الله نتلوها عليك في الحقرين فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله نتلوها عليك في الحقرين والذين آمنوا أنفقوا منها رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا كلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي الغيون لا تأخذه سنة ولا لون له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرحض من الغي فمن يكفر بالطاوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المصطانا بصامدها والله سميع عليم الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم طابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب ما لهم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آساه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرير فبهي كالذي كفر والله لا يهدي القوم الرائمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف انشزها ثم نفسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتها قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فقذ أربعة من الطير فاغرهم إليه ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتي لك سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسبعون ما أنبقوا من لا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله لأهاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلوا كمثل صفوان عليه تراؤهم فأصابوا وعبرهم فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغوا الراء مرضاة الله وتذبيتا منها أنفسهم كمثل جنة برضوة أصابها هوابئ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها هوابئ قضل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناد تجري من تحتها لنها نار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابهنا إحصار فأصابهنا إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تضمطوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقرى يأمركم بالبحشاة والله يعدكم مغفرة منه وفضلها والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباد وما أنفقتم من نفقة أو نذقتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصر إن تبدوا الصدقات فنعناه وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغوا أرجيبا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا من التعفف تعرفهم بسيما هم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به علي الذين ينفقون أنوالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا سوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبضه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءهم موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ينحق الله البيع ويربي صدقات والله لا يحب كل كفار نتين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقابوا الصلاة وآتهم الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الجبال إن كنتم مؤمنين فإن لن تفعلوا فأذنوا بحق من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تؤمنون ولا تظلمون وإن كان ذو عصرة فنفرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفها كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بتين إلى أجر مسمى قتبوه وليكتب بينكم كاسب بالعدل ولا يأبى كاسب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله رفه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله وفليل الوليه بالعدل وسشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان ممن تضل من الشهدان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك المقصد عند الله وأقوى للشهادة وأبنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاطرة تديرونا بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آفم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تقفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذناها إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تحمل علينا بسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لها طاقة لنا به واعف عنها واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ترجمة نانسي قنقر